متابعي قناة انفو تكفر يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فيلو اي اي اللي دخلت بيه اليابان سباق الذكاء الاصطناعي وحقيقي الموقع ده مش موقع جديد الموقع ده تم انشاؤه من 2024 ولكن نقدر نقول انه فيه مميزات كتيرة جدا انا بحيث ان هو شبه بريبليكس اي اي كمحرك بحث بالذكاء الاصطناعي ولكن فيه ايضا مميزات تانية كتير هنتكلم عنها النهاردة طبعا الادا دي ممتازة جدا لو انت هتستخدمه فيه الدراسة في الشغل في الابحاث الجامعية كل دي عبارة عن مجالات تقدر تستخدم فيها فيلو اي اي فيلو طبعا زي ما قلتلك هو عبارة عن محرك بحث بالذكاء الاصطناعي زي بالظبط كده ما يكون عندك شاج جي بي تي وده مكتو مع جوجل الحاجة التانية ان هو فيه اي 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 جنت وكيل ذكاء الاصطناعي اللي هو فيلو اي جنت الحاجة التالتة امكانية عمل mind map يعني بيلخص لك تلخيص بصري لكل المعلومات الموجودة فبيحولها الخريطة الزهنية تقدر ان انت تفهم الموجود فيها بشكل سهل وبسيط يلا بينا نبص على واجهة فيلو اي اي الواجهة السهلة جدا واللي عليك ان انت تخش بحساب جوجل تبتدي عملية البحث يلا بينا نجرب فيلو.ي اي اي ما تحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجع نقال لكم مرة تانية علشان نبتدي مع بعض شرح فيلو.ي اي ونعرف اكتر عن هذا النموذج طبعا تقدر تروح لرابط في الوصفة اسفل الفيديو علشان يدخلك مرة واحدة على الموقع وطبعا زي ما قلت لاك التسجيل حيكون بي جوجل اول حاجة هتلاقي ان الواجهة بتاعته سهلة جدا يعني واجهة اي موقع ذكاء اصطناعي احنا اتكلمنا عنه من قبل ما فيش اي اختلاف في الواجهة في كمان امكانية ان انت تحمله عندك على الموبايل سواء كان اي و اس بتاعك او اندرويد دي حتة برضو مهمة للناس اللي دايما بتحب انها تنزل الابليكيشن عندها على الموبايل ما بتستخدموش عن طريق الويب هنا نيو ثريد زيه زي نيو شاد بالضبط وكنترول اي ده الاختصار بتاعه في عندي الفيلو ايجنت وهنا فيه التوب كوليكشنز وحنشوف مع بعض الاجزاء دي تعال بقى هنا نحاول نحن ندور على حاجة معينة فهنا مثلا سي انا عايزة ادور على اهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات هنا فيه عملية البحث ممكن تكون في ايه؟ ممكن هنا عن طريق الويب انت بتعمل بحث عن طريق الويب في شات جنريت انسرز يوزنج لارج لانجوش موضل هنشوف ها دلوقتي مع بعض وفي الفيلو ايجنت انسر افتر ريسيرش فاي ايجنت هنا حيكون فيه ايجنت بيشتغل بشكل مستقل في اكاديميك في ديسكاشن في دوكيمينت ايضا بالنسبة لي السرش من خلال منصة اكس ريديت وايضا دي عبارة عن منصة اعتقد يمنية فهنا احنا هنبتدي الاول نشوف الويب وابتدي ان انا ادوس انتر طبعا احنا بنستخدم حاليا الخطة المجانية زي ما احنا شايفين حيبتدي ان هو يجاوب اهمية وكالة الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات اتمتة المهام تحسين جودة البرمجيات حيديني الاجابة وحيديني related هنا اسئلة حيبتدي يترحى لو انت حابب مثلا كيف يمكن لوكالة الذكاء الاصطناعي تحسين جودة البرمجيات بشكل ملموس لو دست عليها هيبتدي ان هو يجاوب لك على هذا السؤال هو بيديك شوية اجزامبل زي كده اسئلة مقترحة لو انت حبيت ان انت تقوله يجاوب لك على الاسئلة الخاصة بيها وهنا السورسز او المصادر زي بالظبط لما بتستخدم نفس الفكرة ونفس الطريقة العمل فيه كمان هنا related images وفيديو كمان هنا related image ممكن كمان تبص على الصور فيه كمان related video فهنا مش بس اسئلة ممكن كمان لو انت حابب ان انت تدوس على فيديو معين وتسأله عن حاجة فيه ممكن انت تدوس على فيديو معين وتسأله عن حاجة فيه ده بالنسبة ليه البحث عبر الانترنت لو استخدمت نفس الموضوع اهميتك لازالزكاء الاصطناعي فيه تطوير البرمجيات ورحت مرة تانية new thread كده ورحت اخترت الشات هنا كمان لو انا دست على الجزء بتاع البرو هلاني فيه امكانية ان انا استخدم Deep Research والO4 Mini والGBT4O والClass 3.5 Sonnet وبيخليك تدور حوالي 300 مرة في اليوم نستخدم GBT4O في عملية الشات وهنا هسأله نفس السؤال باستخدام شات GBT4O هنا انا مش بدور على الانترنت انا هنا بسأل GBT4O وحبتدي ان انا ادوس انتر ونشوف بقى طريقته فيه الاجابة اولا اجابته سريعة جدا في موضوع السرش عبر الانترنت اخد وقت شوية دي طريقته فيه الاجابة في حالة استخدام GBT4O تقدر كمان تقارن ما بين باقي النماذج طبعا هنا زي ما انت شايف ما فيش sources زي ما عمل في الجزء المتعلق بالويب سرش لو رجعنا مرة تانية لنيو سرد وابتدينا نجرب الأكاديميك بقى يعني انا حب هنا نجرب الأكاديميك وفي الأكاديميك برضو فيه امكانية ان انت تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي اللي انت عايز تستخدمه فمثلا انت عايز تستخدم O4 Mini Medium اللي هو reasoning أو DeepSeek R1 ممكن تستخدم DeepSeek R1 وتبتدي تدوس انتر وحنشوف دلوقتي الاجابة طبعا هو reasoning model حيبتدي انه هو يbreak down the question زي ما احنا شايفين وطبعا اداء DeepSeek R1 مفيش عليه خلاف اداءه رائع ومتوقعا النتيجة هتبقى كويسة جدا برضو طبعا في sources زي ما احنا شايفين وكمان عطيني الDA relevant الDA source ده relevant يعني للحاجة او مقارب للحاجة اللي انا مدور فيها هنا اهميتك لازدكاء الاصطناعي تحسين الجودة ممكن اقف على اي واحد من دول كمان يوديني على الweb site او السورس اللي هو جايب منه ولسه شغال زي ما احنا شايفين هنا answer the question جاوب على 95% هنا answer completed وعطيني كمان references زي ما احنا شايفين وهنا فيه عندك view 28 more articles عن هذا الموضوع لو تحب ان انت تبص عليه بالنسبة للfellow agent لو انا رحت هنا للfellow agent دست عليها حلائي فيه مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الموجودين already داخل فellow اي 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 ترانسليتر خالص انا هنا هبتدي اديله اه بي دي اف هنا already المتوفر هو cloud 3.7 ومسموح لك اعتقد عدد من المرات بشكل يومي 3 مرات بشكل يومي هنا هبتدي اختار اللغة العربية فيه على فكرة المصرية العامية موجودة فيه هنا بختار اللغة العربية وهي already يعني البي دي اف باللغة العربية وحبتدي ادوس enter ونبتدي نشوف مع بعض النتيجة ده ان هو يجمع المعلومات مع بعض يعني هو اعطاني المعلومات الانفورميشن نفسها بدأ ان هو يعمل gathering للمعلومات حستنى لحد ما يخلص خالص وبعد كده حبتدي ادوس next انا بس بوليك العملية ماشية ازاي بعد كده خلاص هتأكد ان كل حاجة مظبوطة خد بالك انت تقدر ان انت تعمل edit لو انت عايز ممكن او ممكن اعمل edit زي ما انا عايز بعد كده حبتدي ان انا اقوله next عشان يبتدي ان هو يولدلي presentation بيديني كمان خيار ان انا اختار التمبلت بتاع البريزنتيشن وان افترض مثلا حاجة زي creative حاجة كمان اختار الالوان ممكن اختار حاجة زي كده تمبلت زي كده وابتدي ان انا اقوله create حاجة في منتقى الجميل بصراحة اني كمان بيديني التمبلت اللي انا هعمل بالبريزنتيشن اعطاني المعلومات وجمعها وعطاني كمان يعني مجموعة من التمبلت ساختار ما بينها بيبتدي زي ما احنا شايفين ينشئ البي بي تي او البرزنتيشن بيقول لي قريب جدا هتبتدي جاهزة ما تعملش close خد بالك من الموضوع ده بعد كده هنا اقدر اقف على اي واحدة من دول علشان اشوف سلايد سلايد بالمنظر ده وفي الاخر خالص طبعا في حاجات عايزة تتعدل اكيد وفي الاخر خالص هبتدي ان انا اعمل download وعملية التعديل هتبقى بسيطة في الحاجات يعني اللي انا شايفة انها المفروض تتعدل هنا مثلا فيه اجزاء عايزة تتعدل تمام حاطت لي كمان صور وزي ما قلتلك تعمل download طبعا حاجة رائعة من وجهة نظري يعني هنا كمان في عندي generate presentation ايه اللي generate presentation دي generate based on answer بناءا على الاجابة وgenerate based on file على الفايل اللي انت رفعته ففيه طريقتين لعمل البرزنتيشن يا اما اختارها بناءا على الاجابة يا اما اختارها بناءا على الملف اللي رفعته يعني نيجي مرة تانية كده الفيلو ايجنت احنا اتكلمنا عن ايه في الفيلو ايجنت احنا اتكلمنا عن الاجنس الاردي موجودة واستخدمنا الاجنت اللي هو AI presentation generator طيب ماي ايجنت انا اقدر ان انا اعمل ايجنت بقى زي كده بالضبط ما اقدر اعمل custom gpt بالحالة دي انا بروح ادوس على create هنا هبتدي ان انا اختار intelligent search agent في مرحلة البيتا الاجنت name هنا مثلا ممكن اسميه translator الاجنت description هنا اقوله translate any input text to german وهنا لو انت عايز تحط اي query اي request وهنا الموديل reasoning model طبعا هنا عشان تستخدمه ده في البرو بلان وفيه manage tools كمان ممكن ان انت تستخدمها search عبر الانترنت bbt rendering tool search base knowledge base هنشوف دلوقتي موضوع search knowledge base ولكن هنا انت بتختار من التول الموجودة في ايضا web reader لو انت عايز تختار web reader search internet تتفعل اتنين دول براحتك جدا وبعد كده هنا لو في instructions انا عايزة احطها هحط ده زي ما هو كده وابتدي اقوله confirm هنا انا عملت agent الاجنت ده هنا هيستخدم cloud 3.5 صاني ادخد بالك انت ليك ثلاث مرات فقط وهنا حقوله apply agent وهنا translator بتاعي دي مهمة جدا هنا create topic لو انا دست على create topic هنا هنا سي مثلا هقول tips and tricks هنا كل ما هو متعلق بcanva واسرار canva ممكن احطه هنا وابتدي ان انا اوصف الحاجات دي optional وهنا لو دست على plus مثلا هنا ممكن امكانية انت تحط icon عايز تميز الموضوع ده باي icon تقدر انت تحطه وبعدين هبتدي ان انا اقوله create هنا انا لو رحت لي topic collection هنا بقى فيه امكانية ان انا ارفع ملفات هنا احط لينكات لينكات بقى الفيديوهات لينكات لمواقع كل ما هو متعلق بcanva احطه هنا فانا اعمل زي قاعدة معرفة knowledge base تكون موجودة عندي اسمها canva tips and tricks ده المقصود بالجزء ده ده مهم جدا جدا على فكرة وهنا كمين ممكن تسأل اي حاجة عن canva وهنا فيه امكانية البحث عبر الانترنت او لا اي ملف ترفع اي لينك وتسأل كمان عن الجزء معين في الملف او في لينك يقدر انه يفيدك ده منتهى البساطة الجزء المتعلق ب topic collections ده استفدته من فيديو النهاردة واعتقد ان احنا ممكن نستفيد بشكل كبير جدا من مثل هذه المواقع على اقل في الخطة المجانية حتى كانت محدودة شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info take for you زي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء ولو كنت الجرس عشان يوصل لكل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته